علشان تعيش مستريح اكتم عن الناس ذهبك ذهابك ما ذهبك ذهبك حالتك المادية ودخلك ما تحكيش عنهم علشان لو معاك ما تتحسيتش ويطمع فيك فكله ذي نعمات محسود ولو مش معاك محدش يعملك بشفاء ويستقل بيك أما ذهابك بمعنى إنك لو مقدم في وظيفة جديدة ما تقولش إلا لما تتم لو جايلك عريس ما تقوليش رايح تخطب ما تسيحش وربنا يسهلك في أي خطوة ما تفضحش الدنيا واسكن امسك لسانك وهتلاقي خطتك بتتحقق بفضل الله سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدة تخيل خاف إنهم يحسدوا رغم إنه كان مجرد حلم وبخصوص وأما بنعمة ربك فحدث فمعناها إنك ما تنكرش نعمة رب عليك واحمده على كل حال والبس وكل كويس ولكن تسطر بنفسك وبلاش تتباهى برزقك أما مذهبك يعني ميولك وأفكارك بتحب إيه وبتكره إيه ما تتكلمش عن نفسك كتير علشان ما تدخلش في جدلات فرغة وتوجع قلبك بحوارات ملهاش أي لزوم لو عاوز ترتاح ما تنصحش اللي ما طلبش نصحتك إلا لو كان شخص بيقبر بيك ومش هيندمك على كلامك معاه خليك باب مقفول وساعتها هتفضل محافظ على لمعانك في نظر كل اللي حواليك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول ندمت على الكلام مرات وما ندمت على الصمت مرات